أهلا أعزائي المشاهدين أنتم تشاهدون ليكن نور بث مباشر على القناة الفضائي قناة الحياة ومعي القسيس ثابت مجلي وحديثنا هل نموت من أجل الله طبعا أنت ذكرت وعندك أكيد معلومات كثيرة قسيس ثابت لكن ما هو رد المسيح على هذا الموضوع حضرتك يمكن ذكرت ويمكن الفكرة اللي حضرتك ذكرتها بتدينا مقارنة صغيرة بين فكر الشيطاني وفكر المسيح وحضرتك ذكرتها من يحن عشرة الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويزبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل فإذن هنا المسيح جاي عشان يعطي الحياة هو واهب الحياة ومصدر الحياة كتب عنه في إنجيل يحنى أصحاح واحد فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه يبقى هنا رد المسيح المسيح إرادته الحياة والخلاص حتى إن في يحنى 13 بيتكلم عن إنه هو جاء عشان ياخد مكاني لأنه كده أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك هنا مش عايز يضمر لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وهنا الهلاك عكس الحياة فهنا القاتل والتدمير ده عكس الحياة فالمسيح جاي عشان يكون لنا الحياة الأبدية فده كلام المسيح المسيح بمجيء وبيقول كلام ده في رسالة التانية إلى تيموساوس أصحاح واحد المسيح بمجيء أبطل الموت وأنارة الحياة والخلود فهنا المسيح بوجوده ومجيءه مرتبط دايما بالحياة زي ما قلنا الله لأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس